إذن مشاهدين تعتبر مدينة البوكمال تحديدا بسوريا ذات أهمية كبيرة وهي تمثل دورا مهما في الصراع الموجود بين إيران وإسرائيل في المنطقة وفق طهران تعني السيطرة على هذه المدينة التي نشاهدها على الخارطة هنا وهي منطقة حدودية تعني امتلاك القدرة على نقل الميليشيات والذخائر إلى سوريا ولبنان وهو السبب الذي يجعلها تنشر ميليشياتها في المنطقة وتنشئ القواعد العسكرية فيها كما عمدت إلى تحويل المدينة لمستودع صواريخ وأسلحة أما إسرائيل فتسعى بدورها إلى الحؤول دون حدوث ذلك لذا تسهدف المواقع الإيرانية بشكل متكرر على أن أهمية البوكمال بالنسبة للإيرانيين تتلخص في كونها عقدة مواصلات برية مهمة حيث تعتبر امتدادا لصحراء الأنبار العراقية كما أنها ترتبط بصحراء السويداء ودرع وتدمر وديرزور ما يكسب المدينة أهمية اقتصادية بسبب موقعها الاستراتيجي وكذلك أيضا كون البوكمال المنفذ الوحيد لإيران بين العراق وسوريا لتسهيل نقل منتجاتها التجارية والعسكرية إلى حلفائها لتعبر من خلاله إلى شواطئ البحر المتوسط ما يحقق لها عدة فوائد اقتصادية أخرى منها تصدير الغاز إلى أوروبا عبر العراق وسوريا إلى جانب البضائع الإيرانية كما سيخفف من الأضرار الاقتصادية التي لحقت بإيران وحلفائها جراء العقوبات الأمريكية المتزايدة على نظام الإيراني